اليوم سأعطيك أفضل استراتيجية أنا أطبئها التي تفيدني بالبول ماركت وبالفير ماركت هذه هي واحدة من طرق الوحيدة التي أستخدمها التي دائما تضمان لي قليلاً كاش على الجنب لكي أعزز وأشتري وأستفيد من المعلمات الرقمية فإذا هذا الأمر أثار اهتمامك دعيك معنا الآخر لكي تستفيد وطبعاً لا تنسى إدعمني بلايك تشترك بقناة ناتريك والسبسكرايب تحت وأهلا وسائل أفك أعزائي كيف الحال إن شاء الله يكونوا بألف ألف خير وأكيد انتبهت أن أنا أشتل كثير على صفقات للمدى البعيد ومش دائماً أشتغل على صفقات المدى القصير يعني أنا أطبئ استراتيجية سوينج على كثير من الصفقات لأنني أسويها ومش دائماً أشتغل بسكالبينج فإذا بالفيديو الماضي حكيت عن سكالبينج اليوم أحكي عن استراتيجية سوينج فهاتنشوف مع بعض كيف أنت ممكن تستفيد أول شيء أهم شيء تعمله هو تختار المنصة الأنسب لي لك أنا شخصياً تعرفوني بأشتغل مع منصة كريبتو دات كوم كريبتو دات كوم اكشينج هذه المنصة الوحيدة بالوقت الحالي لأنا عندي ثقة فيها أشتغل براس مالي بهذا البول ماركت وكل واحد يسجل عبر طريقي رح يحصل على 20% تخفيض لمدى الحياة الرابط تحت بصندوق الوصف قبل ما ندخل بتفاصيل الأخطار انتبهت أنه في كتير ناس ما تعرفش كيف توصل لهذه المنصة وتتخربط بين التطبيق التلفوني وبين منصة كريبتو دات كوم اكشينج أول شيء نشوف مع بعيد على جوجل تفوت على جوجل وتضع كريبتو دات كوم سلاش اكشينج ثلاث انتبهت بهذه اللحظة أنت دخلت على منصة الكشينج ومش على تطبيق الهاتفي تطبيق الهاتفي عمولي فيه مرتفعة أنا للمضاربة بدأت تعمل على المنصة نفسه عشان تكون عندك عمولة منخفضة لأنه بالمضاربة بدأت تسفيد من أكبر نسبة ممكنة من الربح ومش من العمول المرتفعة في حال ولا مرة اشتغلت على هذه المنصة معناتهم يحتاج تفتح حساب آخر الذي هو بحساب كريبتو دات كوم اكشينج الحساب مختلف عن التطبيق الهاتفي مع أنه بالآخر بارتبطه الواحد مع الثاني ولكن الحساب مختلف فاستخدم رابط الإحال الموجود تحت بالصندوق الوصف أو كتب اسمي وليد على الكود عشان تحصل على 20% تخفيض بعد ما اعملت لوج إن بتروح هنا على اليسار بتروح على تريد وبتطور على سبوت نحن نعمل فقط سبوت بهذه القناة بعد ما دخلت على سبوت وعلى اختارة العملة البداكية انت جاهز تضارب في بعض الأمور اللي لازم تخذ بالحسبان أول شيء أنا أول مرة بضارب بعملي لأنا ما بستثمرش فيها فقط بضارب العملات لأنا بستثمر فيها لماذا؟ لأنه ما بحبش أبيع على خسار بباليش هذا الأمر وبالمضاربة راح تشوف 80% إلى 90% من الناس بتخسر بتضيع الفرص فلذلك أنا بشتغل فقط على العملات اللي أنا مستثمر فيها اللي في حال الصفقة اللي عندي فشلت ورح تشوف ورح تفشل معك الصفقات مع الوقت هذه الصفقة بتخدها وبتحولها لرصيد الاستثمار وبتستنى عليها كيف تستنى على باقي العملات الموجودة معك بالاستثمار لغاية من توصل لهدفك هاي هي الطريقة الوحيدة اللي بتمكنني أنام بالليل وأنا مرتاح بدون ولا أي ضغط نفسي اللي ناتج عن المضاربة بالعملات الرقمية فبمثال اليوم مثلا رح أشتغل على البيتكوين لأن البيتكوين هي واحدة من الاملات اللي أنا مستثمر فيها الآن كيفما ذكرنا ببداية الفيديو عم نحكي على استراتيجية للمضاربة اللي أهدافها ممكن تأخذ أيام وأسابيع وأشهر حتى مرات هذا بسموه سوينغ السوينغ قريب جدا من الاستثمار لأن الاستثمار هدفك بيكون بعد 3-5 سنين السوينغ في بعض الناس اللي بروا حتى الصفقة سينة و سنتين هاية صفقة السوينغ مع أنه لا نعمل بأي طريقة بأي القناة ولكن هذا الأمر موجود بالأسواق لكي تعرفه لكي تفهمه ولذلك أنا شخصيا بعمل فقط على فريم الأسبوع وعلى فريم اليومي هناك ناس اللي يعملون على فريم الساعة الأربع ساعات أنا لا أعمل على هذه الفريمات أنا أعمل فقط على اليومي وعلى الأسبوعي فريم الأسبوعي والفريم اليومي يكملون بعض وبعضونا النظرة الكاملة الأسبوعي يعطينا النظرة الأبعاد والفريم اليومي يعطينا النظرة الأقصر بالأسواق بعد ما اخترت الفريم تذهب و تختار المؤشرات اللي نعمل لها أول شيء نعمل على المتوسطات المتوسطات هي Moving Average بالإنجليزي تذهب لهم على Indicator و تذهب على Moving Average هذا البسيط لحاله أنا بالSwing أعمل على العادي وبSculping أعمل على Exponential لذلك أنا حاليا سأضع المتوسطات العادية Moving Average العادية تضع خمس متوسطات أنا أعمل على المتوسط السبع أيام متوسط الـ 25 يوم متوسط الـ 99 يوم الـ 50 يوم و الـ 200 يوم بعدين نضيف أيضا RSI رسي لأسبوعين ونأخذ أيضا MacD MacD أنا أعمل على 12 و 26 يوم بالمتوسطات أنتوا أكيد تذكروا عندما أذهبت على شارت و أحكي بفيديوهاتي ترى خطوط و خربيش أمور عن الشكل هذه كل الخطوط و الخربيش تعطيني أمرين بسيطين حد الدعم و حد المقاومة أنت بـ Swing دائما ستشتري على الدعم و تبيع المقاومة هذه القاعدة سنرجع و نكرر عليها أكثر من مرة بفيديوهات أنا دائما أشتري بالدعم و أبيع بالمقاومة لكي نحدد أين هناك دعم و أين هناك مقاومة نريد أن نرى على الشارت نفسه و نرى أين هناك نقاط للاهتمام عند الناس أذهب و بعد ذلك تذهب إلى Fixed Range Volume Profile تذهب إلى أصغر نقطة بالشارت و تذهب إلى أكبر نقطة بالشارت و بهذه الطريقة سترى في عنا Volume Profile و عبر هذا البروفيل سنرى أين هناك اهتمام عالي عند الناس لكي يتداولون كما ترون هنا من سعر 71 ألف لغاية سعر 61 ألف أن هناك منطقة كبيرة التي ترى اهتمام كبير جدا عند الناس فأنا سأرسل مستطيل بهذه المنطقة سأخذها يوم من يوم يبدأ لغاية وين ينتهي وطبعا نضع شوية على يمين أكثر لأن الأيام ستستمر و هناك نقاط أخرى التي موجودة تحت أكثر الأسعار التي مخفضة أكثر مثلا 52 ألف وعند نقطة وعند نقطة بعيدة جدا على 43 ألف فعند هذه النقاط للمدى البعيد نحن استراتيجية للسوينج من الشهر الثالث هذه السنة لغاية اليوم ونحن ماشيين بالعرض كيف لا ترى الأسعار تمشي بهذه الطريقة بكلمات بسيطة كيف أستخدم هذه المعلومات لأفتح صفقات سوينج أشتري من قاع هذا المستطيل يعني تقريبا بحدود سعر 61 ألف دولار هنا ونبيع بسقف هذا المستطيل يعني تقريبا بحدود النقطة للدخول هي على 61 ألف فالنقطة بعيدة من وقت الحالي فأنت ممكن تفتح صفقة 61 ألف وتنتظر هذه الصفقات ممكن تأخذ وقت حتى تتحقق خاصة 61 ألف رقم بعيد من وقت الحالي تقريبا تصحيح 11% 12% بالمناصل هذا الرقم إذا نرى الرساية الرساية موجود لم يدخل في منطق التشبع الشرائي فمن المستبعد نرى مبيعات كبيرة النتجة عن هذا الأمر وإذا نرى هذا الماك بعد ما لم يعمل أي Death Cross لم يعمل أي تقاطع موت فهذا يقول لأن بعد وقت نصل هناك وممكن يفتح صفقات على مدى أقرب من هذا ومن شرط ينتظر 61 ألف لغاية هذا الشيء أنا ماذا أستطيع أدوّر مين في تريند نرى تقريبا من بداية هذا الشهر لدينا تريند لأنه شكلنا هنا قاع وعند نتجة Higher High Higher Low قاع لو أعلى وعند Higher High لدينا أول مرة هكذا والثاني مرة لدينا تريند ثاني الذي يعمل وهو بطريقة على الشكل فهذا يقول أن حاليا موجودين بتريند صاعد في حال سكرنا من فوق سعر 70,000 دولار أو 700 فهذا سيأخذنا الأسعار الأعلى تقريبا 75,000 وفي حال صححنا سنرى دائما بحدود سعر 65,000 فالصفقة إضافية من فتحها هو على 65,000 اللي هو بقاع هذا التريند الصاعد الموجود فإنسا عمليا لدينا صفقات تنين لدينا أول صفقة على المستطيل على القاع المستطيل بهذا السعر هنا ثاني صفقة اللي هو على إقاع هذا التريند الصاعد اللي هو على سعر 65,000 فعندنا صفقة 61,000 وعندنا صفقة على 65,000 في حال وصلنا إلى 65,000 وقتها منفتح أمر للبيع اللي هو على سعر 71,000 فعندنا ارتفاع عمليا اللي هو تقريبا 9% عندنا 9% ربح في حال وصلنا إلى 65,000 فتحنا صفقة لم يتحقق لماذا؟ لأن 61,000 مع 65,000 سيعمل متوسط شرائع أول شيء تقريبا مساعد 63,000 فهذا واحد والثانيا أنت ممكن تأخذ ربح على صفقة 61,000 التريند الصاعد تحول من داعم إلى مقاومة لأن باللحظة اللي فيها السعر ينزل تحت الخط الأصفر وقت الخط الأصفر سيتحول لمقاومة ففي حال وصلنا 61,000 وارتدينا ورجعنا إلى الخط الأصفر فعنا هناك ربح آخر الذي يمكن يستفيد منه بتقريبا 6% فإنت بعد ذلك اللحظة ممكن تسحب الـ 6,000 اللي ربحت وضعنا على جنب كاش قبل ترى الوضع كيف سيستمر فشايف بطريقة بسيطة جدا أنا عملت مناطق للشراء ومناطق للبيع التي فيه على حسب Volume Profile وعلى حسب Trend الذي نحن موجودين فيه وفي حال وصلنا لأسعار التي هي أسعار الاستكشاف الواحد لا يعرف كيف يريد التصرف فيها واجب علينا نرجع للماضي فلوقتها أنا أشغل على Trend الأسبوعي الماضي ممكن يعطيني Trend الذي أبعد من هذا أبعد بكثير مثلا هنا يذهب على الصقوف التي رأينا في عام 2021 وأجرب أرسم Trend الصاعد صقف Trend الصاعد في هذا العام كيف نرى هنا ترند الصاعد الذي أسعار في حال وصلنا بالمدى القصير بحدود 100.000 دولار هذا على فريم الأسبوعي أرجع اليومي وأظهر في حال من فوق هذا Trend ولم يوجد معلومات إضافية أو أشتري على السعر الذي موجود فيه وفتح صفقة بيع على Trend البعيد جدا أو أعمل أفضل من هذا ورح برسم Fibonacci ورح برسم Fibonacci مع Trend Line وضع على أقل نقطة بهذا Short لأعلى نقطة بهذا Short وبعدين أسحب إلى تحت وبهذه الطريقة أنا معي معطيات إضافية للمستقبل في حال طلعنا من فوق هذا Trend ولم يوجد معطيات الواضحة عندي نقطة البيع على حسب الفibonacci على 1.618 النقطة الذهبية للبيع بـ 82 أطلال فعنا Volume Profile عنا Trend نفسه على حسب الشموع على حسب تحرك السوق وعنا الفibonacci لمعلمات مستقبلية توقعات مستقبلية للأسعار بس الواحد ممكن يبدأ يخاف بالطريقة يقول بركة نعكس الطيار بركة نعكس كيف لم نرى هبوط بالفترة قبل الماضية لم نرى هبوط من أول شديد ما هي الأمور التي تفعلها لكي تتجنب الهبوط بالأسعار أول شيء تابع RSI في حال أنت لديك صفقة فعالة محقق الربح ولكن بعدما وصلت لهدفك رسائي تطلع اليوم من فوق السبعين هذا دخل على منطقة تشبع شرائي فهذه منطقة للمخاطرة الخطورة وأنا وقتها أخذ ربحي ووقف الصفقة المشغلة فحتى لما وصلت لهدفي سأقول هدفي 4-8% ولكن صرت محقق فقط 5% سأكتفي بال5% وأحمل ربي وخلاص ثانيا في حال أنا موجود من فوق السبعين بالRSI ورى أن الدعم القادم هو بسعر قريب جدا مقارنة مع سعر سبوت سأقول بايمونتي أو هنا لن أفتح صفقة على هذا الدعم هنا سأفتح صفقة على الترند الموجود هنا أو على قاع المستطيل الموجودين فيه ثانيا ما يظهر عليه هو MACD في حال MACD يقلب لون الأحمر أو تقاطع وهو تقاطع موت هذا عادة يكون أمر سلبي مع أنه ليس دائما تحقق مرات يصبح لدينا fake out بالأسواق ولكن هذا أعطينا معلومات إضافية لأن الأمور لا تذهب على خير لكي أتأكد في حال لدينا تقاطع سلبي أو لا سأدور على المتوسط الآخر السبع أيام في حال نحن موجودين من فوق هذا المتوسط ونحن موجودين بعاد منه بشكل كبير أنا أعرف أنه على الأغلب سيعمل كجاذبي هذا المتوسط للسعر ونصح نحوه أمر آخر هو المتوسط الآخر سبع أيام نزل تحت المتوسط الآخر 25 يوم هذا أمر آخر سلبي وهذا يقول أنه خذ ربحك وستنى خارج السوق ولكن في حال لأن التقاطع الذهبي بمعنى أن المتوسط صغير ارتفع مفاول المتوسط الكبير هذا يقول علامة شراء بالأسواق وأن الأمور بدأت تنتعيش طبعا هذا ليس فقط على المتوسط الآخر سبع أيام و25 يوم ممكن أن تكون على 99 ممكن أن تكون على 50 على 200 أمور هذه كليات أنت ممكن تأخذها وتستفيد منها أمر آخر للإفادة المتوسط الآخر خمسين يوم 99 يوم و200 يوم هي النقاط للدعم عدم الأسعار ونقاط للمقاومة في حال وصلناها اعتبرها كنقطة دعم إلى جنب الترندات الموجودين فيها ونفس الشيء في حال أنت تكون تحت تعتبرها كان نقطة مقاومة ونفس الشيء مثل الترند الموجود الذي فيه وبالآخر العام الأهم لكل هذه الصفقات هو الصبر باللحظة التي فتحت صفقة سوينغ ستأخذ أيام وأسابيع لا تستعجل في حال أنت تدول بشكل يومي فأنت لا تعمل السوينغ ستعمل رجلي لاحق الترند الموجودين فيه بالصفقات أنا أخذ 10% من رصيد الكاش الموجود معي لا أفتح صفقة بكل رصيد الكاش لكي يكون معي إمكانية أشتري من أول الجديد في حال صفقة فشلت أو في حال صفقة طويلة وظهرت صفقة جديدة دائما يكون معي كاش على جنب لكي أشتري الطريقة طبعا لا تنسى يحتاج لمنصة جيدة لهذا الأمر كريبتو.com منصة لأني أعمل عليها من سنين أعمل سفيد منها بشكل كبير جدا وأنا متأكد ستسفيد أيضا منها لذلك تركت رابط الإحالة في صندوق الوصف لكي تسفيد هذا كان فيديو اليوم أتمن أنكم سفدتم دعمتوني بلايك وشتركتم بخلاص وشكرا وشكرا